اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعين أسعد الله وقاتكم بكل خير نهار اليوم سادة أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة كانت حارة في منطقة الأهوار والبحر الميت والعقبة كنتيجة لتأثر مملكة بكتل هواية حارة قادمة من الصحراء الإفريقية خلال الساعات القادمة وخلال يوم غد الخميس تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا لكن تبقى الأجواء دافئة نوعا ما خلال ساعات النهار لكن درجات الحرارة تنخفض بشكل متسارع اعتبارا من مساء يوم الخميس حيث ستكون هذه الانخفاضات ملموسة ومحسوسة خلال ساعات الليل على أن تكون الأجواء باردة بشكل كبير خلال ساعات نهار يوم الجمع سواء الأقمى الاصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية من الأراضي المصرية نحو العراق عبر منطقة بلاد الشام سرعان ما ابتعدت هذه الغيوم العالية عن المملكة وسادة تقصى في خلال ساعات الظاهرة والعصر استردت الان وياكم هذه الخريطة الجوية لتوزيع الأنظمة الجوية المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت حيث تندفى نحو المملكة كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوية مركز فوق الأراضي التركية تصل هذه الكتلة الهوائية الباردة اعتبارا من ساعات المساء يوم الخميس حيث تنخفى الدرجات الحرارة بشكل كبير وملموس وتعود الأجواء الباردة مجددا نحو عمو مناطق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع اقتراب وتدفق هذه التيارات الهوائية الباردة تبتعد هذه الكتلة الهوائية الحرارة عن المملكة بعيدا باتجاه شرق الجزيرة العربية نبقى نتحدث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة من يوم الأربعاء تحديدا وحتى يوم الجمعة يوم الأربعاء سيطرت كتلة هوائية حارة في عمو مناطق المملكة واستمرت أيضا درجات الحرارة مرتفعة وحارة نسبيا في عمو مناطق خلال يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع بدء لهبوب هذه الرياح الغربية الباردة نسبيا باتجاه المملكة ستكون محسوسة هذه الانخفاضات على درجات الحرارة اعتبارا من ساعة مساء يوم الخميس وخلال ليل الخميس ساعة الجمعة على أن يسود تقص بارد بشكل عام خلال ساعات نهار يوم الجمعة توقعات الجوية لهذه الليلة في العاصمة عمان تبقى الأجواء باردة نسبيا درجات الحرارة تبقى أعلى من المعتاد 16 درجة مئوية تقص غائم جزء 15 كحرارة ملموسة رطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية خفيفة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثة يام القادمة يوم الخميس تقص ربيعي دافع 24 درجة مئوية تنخفض بشكل كبير خلال ساعة الليل 10 درجات مئوية يوم الجمعة تقص بارد بشكل عام 18 درجة مئوية أما السعر 8 درجات مئوية يوم السبت المزيد من الخفاض على درجات الحرارة رياح نشط 11 درجة مئوية كحرارة وعظمى أما الصغرى 7 درجات مئوية مع فرصة لهطول ثخات من الأمطار كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري موسيقى 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 موسيقى